موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في قراءة الواقع الفلسطيني كنا قد تحدثت في الحلقة الماضية عن التواجد الفلسطيني في حالة الشتات تحديدا في الدول العربية والتي تشكل وجودا لست مليون فلسطيني عند قراءة الواقع العربي وتأثيرات الفلسطينيين عليه نجد ما بعد عام 1982 حالة ضعف للوجود الفلسطيني وتأثيره في الأنظمة العربية باتجاه القضية الفلسطينية تأثيره في شحن تواجد سياسي باتجاه القضية الفلسطينية وشهدنا ذلك من خلال المتابعة لكن بلا شك يجب أن نكر بأن هناك ربيعا فلسطينيا كان في الانتفاضة الأولى على سبيل المثال التي شكلت تواجد الفلسطيني في المحيط حالة دفع معنوي ودفع سياسي ومادي للقضية الفلسطينية كان أثر للفلسطيني في انتفاضة الأقصى لحالة النضال والتعبئة والتأثير لكن عندما نتحدث إلى قوالب القرار الفلسطيني مشاركة حالة أشتاءت في القرار الفلسطيني وفي دعم التوجهات العامة الفلسطينية والتأثير على الأنظمة العربية نجد أن هناك حالة من الفحص التي تحتاج من خلال المؤشرات العلمية التي تؤكد متانة وجود الحالة الفلسطينية ودعوني أقول متابعين الكرام بأن الغرب والكيان الصهيوني وبعض الأنظمة العربية كبحت جماح التأثير الفلسطيني في داخل الدول العربية وهذا ما يمكن أن نشير إليه وقد أشرنا إليه في الحلقة الماضية وقول أن الاستراتيجية الفلسطينية يجب أن تستند إلى عمل ممنهج لتفعيل دوائر اللجوء في حالة القضية الفلسطينية ودعمها من أجل ذلك ننتقل المتابعين الكرام الحديث اليوم عن الفلسطينيين في أوروبا عندما ذهبنا إلى حالة الإحصاء وقراءة كم الفلسطينيين الذين يتواجدون في أوروبا تباينت الأرقام لكن كل المعطيات تشير إلى تقريبا تواجد 300 ألف فلسطيني أو ما يزيد بقليل بحسب الإحصاء الفلسطيني وأنا بالمناسبة قد أكون أشكك في هذه الأرقام وأرى أن في أوروبا أكثر من ذلك وهذا ما يجعلني أنظر إلى إشكالية حتى التفكير في حالة التأثير لمواطن القوى الفلسطينية منظمة تحرير متابعين الكرام لديها تاريخ طويل في العلاقات مع أوروبا وأيضا الحركة الصهيونية الحركة الصهيونية هي من شأها كان في أوروبا ومن شأ التأثير لديها في أوروبا وأثرت عليها الحرب العالمية والحرب العالمية الثانية وكان الاحتلال يفكر من مهد أوروبا أن يخلق الوجود القومي للتواجد اليهودي في الأراضي الفلسطينية عبر التحالفية مع بعض الأنظمة الأوروبية الغربية التحالفية مع الرأسمال الغربي لتواجد احتلال مالي عميق كان في الدول الأوروبية وإحنا شهدنا بأن إيقاع وعد بلفور وأيضا قرار التقسيم وغيره وإضعاف الدولة العثمانية وسقوطها وتأثير ذلك والبنى التي انعكست على تواجد اليهود في الأراضي الفلسطينية كان كله منتظم أن إيقاع المشروع الغربي في الحالة العالمية والذي فيه ومن بين أركانه التواجد في بيت المقدس وأيضا في فلسطين تحت إيقاع استدامة المشروع الغربي من خلال الحركة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية وأيضا رفع عبئ التأثير المالي والاقتصادي والانضباطية العامة لليهود في دول أوروبا تحت عنوان خلق وطن قومي تحت المظلومية المرتبطة بالسياسة والمرتبطة بحركة الاستعمار في هذا الموضوع هذا يجعلنا أمام التفكير الفلسطيني الاستراتيجي ما بعد النكبة والنكسة بالتواجد الفلسطيني في المحيط والذي كان فيه على أمل حق العودة لكن بعد أن تطورت الحالات ما بعد السبعينيات وتمدد المشروع الاستطاني على مناطق مختلفة والعودة لخطاب الكفاح المسلح وتفعيل دوائر العمل للوطني الفلسطيني من خلال حالة الشتات على أنها عصب المقاوم في المشروع الصهيوني كان الأجدر والأجدى أن نقرأ المشروع العالمي من قراءتين الكراءة امتداد الدولة وتأثيره في دعم المشروع الصهيوني اتساع توزيع الفلسطيني في مساحات سياسية نامية في الحالة الوطنية وقلت لو كان هناك كراءة مشهدية لأزحنا 2 مليون فلسطيني ووزعناهم ما بين الولايات المتحدة وأوروبا وكان لذلك سيكون أثر إحنا خلينا نقرأ شوي المشروع الصهيوني في أوروبا وقلت بأن الحركة الصهيوني في أوروبا مرت بثلاثة مراحل المرحل الأولى ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي أنشأت اتفاقا غربيا على إقامة دولة لليهود في الأراضي الفلسطينية وقد تحقق ذلك البعد الراء الثاني هو خلق تحالفية يهودية ما بين الأنظمة الغربية لدعم استمرار الكيان وقد تحقق ذلك البعد الثالث هو ما تعلق بمضلة الحماية للمشروع الصهيوني وقد تحقق ذلك ومازال يتحقق الآن المرحلة الرابعة هو انتقالية والتي حدثت وهي الانتقالية ما بين مراكز القوة ومحاولة فتح علاقات كما جرى مع الولايات المتحدة والآن يوجد محاولات مع الصين وكان قبل ذلك مع الاتحاد السوفيتي التي شكل دائرة من الدعمية الإسرائيلية على رغم من إشكالية العقل العربي في استيعاب حالة التحالفات التي أدرتها الحركة الصهيونية مع الدول الاشتراكية ذاتها التي كانت تدعم العرب ظاهريا وتعيد الاعتبار لحالة علاقة مع المشروع الصهيوني وقرأنا ذلك متابعين الكرام في أكثر من مرحلة حتى في علاقة اليهود مع الاتحاد السوفيتي نعود متابعين الكرام لقراءة المشهد العربي قلنا إذا كانت الأعداد تقارب 300 ألف وزع للقارة الأوروبية بكلية هذا يعني بأن التأثير سيكون قليل وقليل للغاية وعندما أتحدث عن القلة لأنه التكتلات الاجتماعية في الدول الديمقراطية ثقلها والذي يحدد مصاري التحالفات التي يمكن أن تنجأ إذا كان لديك مثلا مليون صوت على سبيل المثال في بريطانيا فإن الاحتلال أو المنظومة السياسية الحزبية في داخل هذه الأحزاب ستنظر بعين المتابع لأثر ذلك في حالة التباينات التي يمكن أن تخلق في الحالة الانتخابية مشان هيك ندرة العدد قلة العدد هذا يجعلنا بالضرورة أن نتكئ على أعداد أخرى يمكن أن تعزز الرواية الفلسطينية إخوان عندنا إحنا ثقل استراتيجي اسمه الثقل العربي المتواجد في الدول الغربية في أوروبا تحديدا وهذا الثقل العربي يتنافر كليا مع كل مكوناته لكن يتفق عند القضية الفلسطينية مشان هيك قلنا يا إخوان كان الأجداء المصدر نوعية من القيادة المهمة للساحة الأوروبية كان مهما أن نستثمر في الحالة اللجوء في الدول العربية لتصدير قيادات شابة فاعلة في داخل الدول العربية منظمة التحرير وزارة الخارجية الفلسطينية التي لم تحسن مطلقا ودعوني أقول تحت هذا العنوان حطوا 600 ألف خط لا في إدارة حالة حالفية نوعية مهمة لا في حالة تشبيك مع القوى العربية والتجمعات لدينا المغرب العربي على امتداده لدينا ملايين في أوروبا موجودة حالة التكتلات مع العراقيين مع السودانيين حالة الخصومة التي نشأت في الوطن العربي أفرزت قيادات عربية موجودة الآن في أوروبا هذه ثقيلة ولدينا اتحادات نشأت بعد ذلك تمثل حالة العربية وإن كانت مفتتة لكن هذه تحتاج إلى قراءة كيفية التحالف مع هذا سأدخل متابعين الكرام في لبه نحن أمام استنزافية الوقت يجب أن ندعم باتجاه خروج البعثات العربية الفلسطينية من المخيمات والتكتلات الفلسطينية في الخارج إلى أوروبا وتعزيز هذا الوجود وتعزيزه أيضا في الولايات المتحدة وسنتحدث عن ذلك لماذا يا إخوان يجب أن نعيد الاعتبار لمشهديتين كما تحدثنا في الحالة العربية يجب أن يعاد محاكمة المؤسسات العاملة والمناصر القضية الفلسطينية في أوروبا القديمة والتي بني عليها انحرافية كما أشرت بأداء باهت للاتحادات الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير ومسألة هئين التحلفات التي نشأت معلوبي يمكن أن يؤثر في البلمان يمكن أن يؤثر في الحالة العربية التي يمكن أن تخلق قيادات في داخل تشكيل الأحزاب الحركة النشطة العربية في داخل المؤسسات الغربية لم تفلح حتى الساعة في خلق حالة ضاغطة وإن بدت اليوم على الأقل تؤثر أصبح لدينا برلمانيين عرب يدخلون في المؤسسات الأوروبية الديمقراطية سواء كان ذلك مجالس التشريع أو مجالس أو التواجد في القضاء أو التواجد في سدة الدولة ممثلين لها هذا بات يحضر الآن لكن هذا يحتاج إلى مراكة ما تعمل بضرورة الانخراط في التكوينات الحزبية الانخراط في التكوينات القضائية الانخراط في الحالة المدنية الغربية لإعادة الاعتبار للوبي يمكن أن يتغلغل في هذه المجتمعات وهذا بيحتاج إلى إخوان السلوك المدني الطبيعي يعني إحنا مش هون بتهدد البنى الغربية بالتأثير عليها من خلال الدخول مشان هيك كنا الفلسطيني هو مسؤول الآن عن قراءة مشهد وتحليل المشهد والبيئة السياسية في داخل دول أوروبية والدول الأوروبية اليوم متباينة الأحزاب في داخلها متباينة والتكتلات الدموقراطية يمكن أن تنشأ من خلال بعض التكوينات التي يمكن أن تدعم القضية الفلسطينية وشاهدنا أن حركة البي دي أس على سبيل المثال مع تقليل من أثرها ودعوني أقول تحت عنوان تقليل من أثرها الفعلي هناك تضخيم لأدائها يستخدم هذا التضخيم الاحتلالي الإسرائيلي نعود متابعين الكرام إلى أولا المد بالقيادة النوعية التي يمكن أن تتواجد في أوروبا البعد الآخر يخلق أجسام تقرأ وتبحث مضان القوى في تشكيلات الدول الأوروبية وقلنا الدول الأوروبية ليست واحدة تتباين فرنسا عن ألمانيا عن بريطانيا وغيرها ومساحة العمل الممكن في تشيك وغيرها من الدول الموجودة في أوروبا يمكن أن تخلق حالة من التفاعل الذي يمكن أن يفرز إلى إعادة اعتبار الهوية الفلسطينية النظمة لعمل سياسي مقبول الآن هناك حالة التحالف مع التشكيلات العربية وخلق بنا تتحدث عن فلسطين وأنا قلت أن العرب يختلفون على كل شيء ولكن يلتقون مع القضية الفلسطينية خلق ما يعرف بالكادرية المهمة النشطة والنوعية في الأمة العربية المتواجدة في داخل أوروبا وخلق تحالفية معها على النطاق الذي يتقاطع مع القانون الغربي في دعم القضية الفلسطينية البعد الخامس إنشاء ما يعرف بتكتلات نوعية لإعادة ارتباط مصلحيا بالمشروع الغربي الذي يرى بالتكتلات أهمية في الحياة الدموقراطية وعندنا فلسطينيين أوروبا كان مهما وكان إشارة يمكن أن يبنى عليها في إعادة تنويع مصاري العمل الفلسطيني ولكن أقول الإشكالية الكبرى التي يمكن أن تنشأ ونشأت فعلا هي اتخاذ السلطة على سبيل المثال حالة التناقض مع فلسطينية أوروبا الذي فيها كادر شبابي مميز وفيها كادر يمكن أن يخلق حالة جانسية مع الحالة العربية ويمكن أن يستقطب حالة مصالحية مع المشروع الغربي بتنوع الديمقراطي ويمكن أيضا أن يعيد إفراز اللجان التي يمكن أن تنشأ مشانيك يا أخوان تخيلوا معي كلما زادت الحالة الوطنية حضورا في أوروبا زاد لدينا إمكانية تأثير الاحتلال يعتمد متابعين الكرام في أوروبا على سيطرة على سوق أو حضورا في سوق المال الأوروبي والاقتصادي حضورا في الإعلام الغربي حضورا بين المثقفين خلقه بداعم للحركة الصهيونية تاريخيا إذا أردنا العمل في أوروبا يجب أن نقرأ ماذا فعلت الحركة الصهيونية في داخل أوروبا وكيف أثرت والاحتلال الإسرائيلي إخوان قطف من أوروبا ما لا يتصور عقل قطف القرار السياسي بإنشاء الدولة قطف القرار المالي بدعم الدولة قطف الإسناد للإبقاء والدعم بالسلاح وغيره الآن في المطلوب الآن متابعين الكرام أن نخلق المحاكمة التاريخية وعندما تحدث عن المحاكمة التاريخية يجب أن نختار إخواننا البيئة الغربية في كثير من نواحيها سيئة لكن في كثير من نواحيها أيضا إيجابية هي تتقاطع أحيانا مع شعار المظلومية وتتقاطع أحيانا مع حقوق الإنسان وتتقاطع أحيانا مع المعدالة وتتقاطع أحيانا مع المساواة وأدرك بأن هذه القوالب عند تطبيقها عن الحالة الفلسطينية يصبح فيها تشوى لكن متابعين الكرام جيد أن نخلق حالة من الحوار على هذه القواعد أن نخلق حالة من تقديم المظلومية الفلسطينية على هذه القواعد وجيد أن نخلق كادرية تتعلم نغة الغرب على قاعدة إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني عانى كثيرا من المظلومية في مسألة إيصال رسالته اليوم إلى الغرب وأنا أتحدث هنا ليس الغرب كنظام وإنما المجتمعات كلما أنشأت حركة دافعة باتجاه الحوار مع الغير وإنشاء قناعة من الغير في مشروعك أنت تؤثر حتى لو بتأثر في 10% لو بتأثر في 20% أنت يمكن أن تؤثر جوهريا في مسألة الردود باتجاه مشروعك يخواننا مهم أن نقرأ دائما أن نحرك دائرة التفاعل مع البنى الشعبية التي ستفرز عضو بلدية وعضو برلمان ويمكن أن يكون وزيرا في حكومة وهذا الإقاع يمكن أن يؤثر في البعد البعيد على بعض قواعد القرارات وإحنا شفنا يا إخوان أن الاتحاد الأوروبي له قرارات جيدة بالنسبة للاستطان له قرارات متعلقة بالحالة العنفية ضد الشعب الفلسطيني وهي قرارات أداء دينة جيد كلما راكمنا ذلك كلما أصبح لدينا قوة لكن الأهم متابعين الكرام يجب أن نصر على حالة التفاعل النشط مع القضية الفلسطينية في أوروبا يعني متابعين الكرام تخيلوا معي أنه عندما جرت الحرب على قطاع غزة في عام 2021 تذكروا الحضور التظاهري من الغربيين والفلسطينيين والعرب في أوروبا أثر بشكل كبير على المشروع الإسرائيلي من حيث الصورة وأنا أذكركم متابعين الكرام عندما أتحدث عن هذا الموضوع كوني متخصص في هذا الجانب أتحدث بأن الاحتلال كان مرتعدا من مسألة تأثير على الرواية في مسألة الجريمة الممارسة ضد الشعب الفلسطيني كان متأثرا بأن صورة التظاهر العربي والفلسطيني التي حضرت بالعلم وبالرواية وبصورة الجريمة الإسرائيلية كانت تؤثر على المزاج الشعبي باتجاه إسرائيل وهذا مهم الاحتلال الإسرائيلي لديه راصد بالتفاعلات مع القضية الفلسطينية من التجمعات الغربية التي يمكن أن تؤثر على متخذ القرار السياسي باتخاذ قرارات نوعية وإحنا شفنا أنه عندما كانت تتملم لبعض الدول في مسألة الحروب على القطاع غزة أو الاستداف للمسجد الأقصى كانت إسرائيل على الأقل تأخذ إيقاعا بطئا في مسألة التعاطي مع استمرار الجريمة البعد الآخر متابعين الكرام الاحتلال كان يصدر نفسه على أنه الدولة الديمقراطية في العالم العربي وأنه الدولة التي تتعاطى مع حقوق الإنسان كلما صدرنا ودعوني أقول الرواية الفلسطينية لم تصل إلا المجتمعات الغربية بشكل حقيقي لا يوجد لدينا خطاب يتحدث عن القضية الفلسطينية الفلسطيني في أوروبا مهمل في تصدير رواية الفلسطينية للغربي إحنا ما عندنا لا وسيلة إعلام حتى الذين حاولوا أن يخلقوا إعلاما من أوروبا تحدثوا إلا بالعربي طب إحنا شو بدنا فيك؟ يعني إحنا شو بدنا فيك تحدث إلا بالعربي؟ أنت تحدث إلى المجتمع الغربي عن قضيتنا كن سفيرا لنا في قضيتنا وإسحوا تقولوا لي الوزارة الخارجية الفلسطينية وزارة الخارجية الفلسطينية هي نظام مترهل كما هي مؤسسات منظمة التحذير ومترهل كما هو الواقع الفلسطيني هذه لم تعد مناسبة إلا لإعادة قولبة أو إصلاح استراتيجية تحالف مع الحالة لكن إخوان إذا ظلت العقلانية الفردية في إدارة هذا الملف والعقلية الحزبية تتعامل في هذا الملف معنى ذلك أننا نخسر ونعيد النقطة الثالثة هي كلنا التحالفية التي ممكن أن تنشأ والبعد الرابع متابعين الكرام عندما أتحدث مع التقاطعية ليس من الجريمة ونقول أو من الجريمة أن نظل بعيدين عن تأثير النشاط في الأحزاب السياسية لخلق حالة داعمة إلنا يعني جيد أن نخرج أعضاء بلديات وجيد أن نخرج أعضاء برلمانات ويجب أن يكون هناك نشاطا سياسيا واجتماعيا ناشطا وعلميا ناشطا ونقابيا ناشطا بالهوية الفلسطينية مهم ويجب أن نقرأ ما هي البيئة التي يمكن أن تدعم والتأثير في ذلك في حالة التحالفات وإنشاء لوبيات أنا أعرف أن بعض التحالفيات نشعات وكان هناك بعض التجارب الناشئة لكن نحتاج إلى مراكمة ذلك وهذا يحتاج مننا إلى إعادة نظم هذه المؤسسات وأنا أقول إخوان دعونا نخرج من الحزبية وحالة تقاسم في هذا الموضوع دعونا نذهب إلى أبعد من ذلك إعادة تسخير ما لدى وزارة الخارجية من نظام قوة وإعادة تسخير ما لدى النقابات المتواجدة هناك وما لديها من قوة وإعادة تسخير ما لدى التجمعات والأفكار والأحزاب من قوة ونظم ذلك ضمن إيقاع جمعي لو فعلنا ذلك سنؤثر كثيرا وهذا يأخذنا إلى البعد الآخر المتعلق بالخطة الخمسية الممكنة خلال السنوات القادمة أنا برأيي هناك أربع دوائر يجب العمل عليها الأولى خلق هذا التيار الشبابي الذي ينشأ وقلت عن ذلك البعد الآخر خلق تحالفية عربية وتحدثنا عن ذلك والبعد الآخر المتعلق بخلق نظام نشط لمحاكاة العمل الدافع لتحقيق رواية فلسطينية في الشارع الغربي والبعد الآخر خلق تحالفات مفاهمية وثقافية عن القضية الفلسطينية نحتاجها كلها في الواقع الغربي إذا إذا ذهبنا إلى هذا الواقع يمكن أن نؤثر جيدا وأنا أقول بقاء الست مليون في الدول العربية يعد كارثة على مسألة التأثير في العالم أنا لا أقول تشتت وإنما تجميع لكن تجميع في مضان القوة تجميع في الحالة العربية التي يمكن أن تنشأ وهذا يمكن أن نعزز فيه هذا يأخذنا في المقابل إذا أفرغنا هذه الحالات يعني إذا إحنا فشلنا وأبقينا حالة الفشل ستظل العصة الغربية هي متحالفة مع الاحتلال الإسرائيلي بقاء التحالف الغربي متابعين الكرام يعني ذلك استمرار المنهجية الغربية على ما هي عليه اليوم لدينا اختلالات في العالم وهذه الاحتلالات يجب أن نقرأها الحرب الأوكرانية الروسية حالة اختلال تمس أوروبا حالة النزوح العام التي أفرزت حركة الربيع العربي هناك خشية من التغيير الدومغرافي الانتشار الإسلامي في داخل الدول الغربية يمكن أن يخلق حصانة مهمة لحركة يمكن أن تنشأ احنا اليوم ينقصنا في عالم إدارة السياسة ما يعرف بالتفكير الإسطناتيجي القائم على المؤسسة احنا بدنا مؤسس احنا اليوم نحتاج إلى المؤسسة وتسوى عندما تحدث اخوان عندما نتحدث عن المؤسسة ليس المؤسسة التقليدية في عنا اليوم في العالم وخاصة عندما نتحدث عن البيئة الغربية وقرنها بالملف الفلسطيني لدينا المؤسسة الجامدة والمؤسسة الاجتباعية وانا اقول اليوم اخوان وخطيتكم في رقبتي عندما اتحدث في هذا الموضوع اتحدث هنا عن المؤسسة الناشطة الشبابية التي تفكر بالعقلية التي تستطيع التفكير بالعقلية الغربية والتي تقرن ذلك بالثقافة الفلسطينية اذا فعلنا ذلك اخوان يمكن ان نخرج من الازمات التي لدينا إذا استطعنا أن نفعل حركة الشباب من الإنسلاخ والذوابان في المجتمع الغربي واستقطابه على هدف يمكن أن نجمع الحالة الكمية لدى المجتمع العربي والفلسطيني في إيقاع الأهداف الكلية إذا استطعنا أن ننظم الحركة العلمية والكادرية الموجودة من خلال النخب نستطيع أن نؤثر في إفرازات الواقع وتأثيره على الحالة الغربية ما نريد اليوم من الغرب فضاء عمل اقتصادي فضاء عمل يتعلق بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي قضائي نحتاج إلى تأليب الرأي العام على الاحتلال الإسرائيلي دعم فضاء البي دي أس وإحقاق الحق ضمن منظومة القانون الدولي تفعيل بنا الضاغط على المؤسسات الدولية وانبطن هذه الرعايات يمكن أن نخلق حالة ضاغط على مجلس الأمن والأمم المتحدة واللجان أمم المتحدة ويمكن نخلق ذلك من دوائر ضغط على أوروبا وتكويناتها من الاتحاد الأوروبي ولجان ومؤسسات وحركة الدعم في الاحتلال ينجز الكثير لو قرأت آية في مسجد من مساجد الضفة الغربية لصنع اليوب اليهودي في أوروبا عنها روايات تتعلق بالتحجيض ضد الكراهية والإرهاب وغيره نحتاج إلى عمل كثير هذه البيئة مهمة لكن نحتاج إلى قولبة مؤسسية يمكن أن تدفع باتجاه إيقاع الحالة الوطنية التي يمكن أن تنشئ عملا يمكن أن يؤدي فينا إلى إعادة تفكيك العجز في القارة الأوروبية الشائخة على الرغم من ذلك المؤثرة والداعمة للكيان والذي يأمل الاحتلال الإسرائيلي فيها كثيرا في حركة إيقاعه باتجاه القضية الفلسطينية إذن كنا وإياكم متابعين الكرام في هذه القراءة لتواجد الفلسطيني في أوروبا على أن نلتقيكم غدا إن شاء الله في قراءة عن الولايات المتحدة وما يجري فيها من تواجد فلسطيني للأسف سيكون أيضا هناك بعض المؤشرات التي يمكن أن تأخذنا إلى حالة الملامة الداخلية لبعض العجز على الرغم من أنه كان بالإمكان أن نخلق حالة تأثير أوسع دون تبود وإلى اللقاء